اشتركوا في القناة منتجات الدهنية للحليب الأسبوع الماضي حكينا عن اللبنة والجبنة منتجات مشتقات الحليب بس نشتغل أكثر على البروتين يعني منعديل بالبروتين حتى يطلقون هذه المنتجات اليوم رح نحكي عن الزبدة اللي لازم نشتغل على الدهون على الفات الموجودة بالحليب حتى نستخرج منها زبدة أو الكريمز بكل بساطة شو هي الزبدة هي الفات الموجودة بالحليب الزبدة هو منتج بحتوى على 70% إلى 85% من الفات والبقية هنه ماء وأملاح وبرزورفات هلأ بالحالات الصناعية وفي عنا بيرجع الكريمز اللي هنه فيهم أقل نسبة الدهون عم نحكي من العشرة للأربعين بالمية حسب هالنوع الكريم في عنا ويبين كريم في عنا ساور كريم كرام فراش كرام شانتي كرام كوندانس كريم إلى آخره إذا نقف على الشالف في السوبر ماركت سنتفاجأ أدافة عنا كمية كلهم كريمز لذلك اليوم سنحكي للمشاهدين حتى لنعرف شو نققي وعلى أي أساس نختار الكريم طبعنا حسب الاستعمال دكتور بدي أسألك عن الزبدة أنا بسمع كثير الناس بتشدد على أنه مثلا بس تشتري زبدة من السوبر ماركت بينتبهوا أنه يكون مكتوب أنه غير مملحة بس مع أني أنا ما بشوف أنه في زبدة مكتوب عليها مملحة بينتبه لهالشي يعني هي الصناعة طبعها مملحة إذا مش مكتوب عليها يعني تحتوي على ملح وقت ما يكون مكتوب شيء معناتها فيها ملح أكيد لأنه تقليديا بيحطوا ملح للزبدة حتى لوحد ينكوها اتنين يحفظوها بشكل أفضل بس هي مش صحية الغير مملحة صحية أكتر هلأ إذا بنا نكون وقعية زبدة بالمطلق استهلاكها المكسب يعني عم نحكي عن كمية دهون كتير عالية بغض النظر أنه هي طيبة وبالطيبة الأكل اللي بتتقله بس أنه لازم على القليلة نكون مدربة استهلاكنا حتى لو كانت مثلا عم ناخدها نحنا نية يعني مش مطبوخة أكيد أكيد يعني تقريبا رابع بعد هلأ في عنا إذا بنا نحكي عن طريق التحضير الزبدة بما أنه عم نحكي عن ملح بالحلقات السابقة حكينا عن الحليب ومن شو مكون من الدهون من البروتينز إلى آخره الدهون اليوم رح نحكي عنا هو بشكل بسيط وزنه أخاف من وزن الماء فإذن لما نحط هالحليب نتركه بشكل طبيعي بلا ما نعمل ولا أي مداخل عليه بعد فترة رح يفصل الدهن رح يطلع على الوجه صناعيا وتقليديا إجمالا من خد الحليب ومن عرضه لعملية روتاسيون أو سنتفجيجاسيون منسميها حتى نفصل بشكل طبيعي الدسم عن الحليب ومن بعده مناخد هالدسم ومنعامله بشكل بنسب شو بدنا فإذا مناخد هالدسم اللي منسميها قشدة مش قشدة بالدال هالقشدة لأنه منقشدة عن الوجه يعني صحيح بعدين منروح منعملها أو منحولها لزبدة أو منحولها لكريمز أوكي لزبدة في عنا متل ما شفنا على الشاشة قبل الشوى صغيرة إذا فيها نرجع نشوف في عنا على الطريقة التقليدية بالبارل طبع المبيد متل ما نشوف في هالبرمير الخشب كانوا يحركوا يعملوا له الروتيشن يفصلوا عنه هلأ صناعيا في عنا مكانات كتير كبيرة ما بقى بحاجة لتدخل الإنسان وآخر واحدة هون هالشي الصغير مؤخرا رجع عميد رجع نعرف تيرنيح أنه نعمل أكلتنا بإيدينا ببيوت طبعا فبقى درجة هيد هيد المكان الصغير اللي نحن بحركة بسيطة فيها نفصل الحليب عن الزبدة منبع ما نفصلهم من ملحهم أو ما من ملحهم ومنكبسهم حتى نشيل عنهم الماء حتى نخليهم يكونوا مكسفين أكدر فهي صناعة الزبدة بكل بساطة وفي عنا كمان نوعين زبدة اللي هو المخمر والغير مخمر مثل اللبن بكل بساطة شو الفرق أنه الزبدة المخمرة بتبقى فيها ساورنس يعني فيها طعمة أغنى وريحة أطيب وبتتاكل هون نية مع جامز أو مع حيالة شيء أوكي يعني وقتالضوء زبدة طيبة بتكون بتكون مخمرة أكيد هلأ العالم صارت تعرف هلأ إذا مش مخمرة سأعطينا منحطها بالطبق لأنه ما عادت فرقنا معنا طعمة الزبدة يعني صار اللي بهمنا هو العمل العمل طبع الزبدة شو عم بيأثر فأيضا بيعطي الفنكسون طبعه بالأكل طيب وشو الفرق بين الزبدة والثمنة الفرق كتير كبير هلأ نحنا بلبنان أو بالدول العربية كلمة ثمنة ما كتير منعرف شو هي للحقيقة بس تاريخيا أو إذا بلنا بالفرنسي هي مارجارين أو مارجارين بالانجلي هي مع أنه أنا بتذكر دكتور ست كانت تستعمل فيه بيقوله سمن نباتي وسمن حيواني مزبوط حماوي يعني مزبوط الزبدة الحماوي أو السمن الحيواني هو أول أنواع السمنة اللي اكتشفها الإنسان بحدود من مئة سنة مش من كثير زمان اللي هو الشيء البداية يعني اللي كان قبل الزبدة يعني كانوا يشتخدموه قبل ما تنوشد الزبدة لا الزبدة هي من أول المنتجات مزبوط الزبدة اللي جاي من الحليب السمنة جاي أولا كانت تجي من جلد البقر لأنه كان في عنا تسيو أديبتو أو طبقة ذهنية هذه بتكون حماوي كبديل عن الزبدة لأنه بالألف وثمانمية وخمسين تقريبا كان في كتير طلب على الزبدة ما بقى في زبدة من الحليب فبقى استبدلوا بها السمنة الحيوانية هلا ما بقى في عنا كتير سمنة حيوانية بسوء في عنا السمنة النباتية من زيوت النباتية كانت آخر عشرين سنة يعني بينظروا للعالم على أساس أنه هي شيء كتير صحي وبديل صحي عن الزبدة بس حاليا عم يجري تباية أنه لا يا جماعة خليكم على الزبدة هالسمنة النباتية كتير مضرة لأنه في عنا قسس كميكل اسمها ترانس فاكس يعني زيت نباتة نعرف أنه هو مشبع يعني صحيح دهن مشبع الزيت النباتة هو على شكل سائل معودين عليه أحيالله زيت نباتة زيت دوار الشمس إلى آخر إلى آخر كيف تحول حتى يصير من شكل سائل على شكل صلب تعرض لحرارة عالية هالتعرض لحرارة عالية عم بيحول عم بيخليه يصير مشبع عم بيغير له الزبدة طبعا مش بالزبدة نفس الفكرة الزبدة ما بتكون أنت بس تعرضها لحرارة بتصير سائل ومسقع جامدة مزبوط بس الزبدة أول شغلة يعني منتج طبيعي يعني الزبدة هي الدهن أو المواد الدسمية اللي موجودة بالحليب اللي هي نحنا بس عم نفصله مية بالمية يعني عملية تحضير الزبدة هي بكل بساطة عملية فصل الدهن عن السوائل من هيك بيصير بيصير شكله صلب يعني مشان هيك بيأزي أقال من السمنة اللي عم نحكي يعني مؤخرا عم بيكتير المودراسيون أو الاعتدال هو أهم شيء إن كان زبدة سمنة ولا حيالة منتج غزائي وبالكريمز كمان أنا نعرف الفرق بيناتهم لأن كيف بلشت لنا الأصناف مزبوط ما بتخلص مزبوط يعني حطيت صورة على الشاشة هلأ رح نجح نشوف أنا ألا أراد أنا ألا أراد ست بيت وقفة على الشلف ومش أعرف شو تختار هون يعني هؤذي كلهم منتجات هون أنواع كريم ودايري برودكت ما عم نحكي عن الأجبان عم نحكي عن ميلك وكريمز كوكين كريمز واللي للديزيرت للحلويات صحيح تم بليش بالكوكين كريمز لأنه التي بالأول في عنا شيء اسمه الليك كونسانتري أو الليك كوندنسي وهو بكل بساطة حليب معرض لحرارة عالية حتى الماء تتبخر منه فإزا بدل ما يكون في عنا من 3 إلى 5% سكر بيجاء 3 إلى 5% الدهن وبروتينز إلى آخرها ستزيد كميتهم لأنه بكل بساطة الماء تبخرت فإزا الليك كونسانتري هو حليب مكسف مثل ما اسمه يدل عليه ومكتوب يكون عليها مضبوط إذا ما نروح سوف الهافي كريم والويبين كريم الهافي كريم أول شيء اسم كريم يعني دهن هون في عنا أكثر من 8 أصناف كريمز الهافي كريم والويبين كريم صحيح بيحتوى على كمية الدهن بين 30% و40% وهذا الشيء هو اللي بيخليه يتحول من سائل لأنه إذا منشتر الويبين كريم بيكون لكويد إذا منعمله بالخلاط رح يرفخ ويصير هون عملية زي بدنا سحر يعني أنا وصغير كنت شوف الماء عم تخلق هلأ كنت سائل كيف صار كيف صار كرام لما تبرت وشفت صرت عارف أنه بكل بساطة هاي عملية طبيعية ما نخاف مش داخل المواد هي ريأكشن بفوت لأنه الهواء الهواء يعني لما نعمل ويبينج عم يفوت الهواء على قلب الكريم وبيرجع يفوت على قلب الدهن فإذا لدينا فاتي جلوبي زغطور رح تصير كبيرة وبقلبها فيه هوا كتير طبعا سيصير وزنه خفيف وراح يصير صلب هذا شغلة مهضومة لازم نعرفها هذا غير البرزيرفاتيز اللي ذكرتهم صحيح يعني أنه قلت أنه بيحتووا كلهم على مواد لا تحفظهم لمدة طويلة صناعيا للأسف بيصيروا قس بيضروا أكتر صح؟ يعني قد ما منستهلك قد ما منعرض حالنا للمواد كيميائية نحن بغنى عنا عطول منحكي عن هالموضوع أنه نروح بالأسس طبيعية قد ما فينا والأسس المحضرة بالبيت وفاتنا نحن فيها نحضر ويبينج كريم بالبيت حليب خالي من الدسم أو قليل الدسم ومن الميلة تانية بيطلعنا هالكريمز اللي ممكن نحولها لزبدة أو لعويبينج كريم أو لكرام فراش إكسترا إكسترا هذا اللي دايما بشجعنا عليه دكتور مارك بهالفكرة أنه نحن نتعود نعمل أكلنا وما ناخد القصص من السوبر ماركت اللي ممكن تأذينها صحيح منكم عارفين نحن شو عم نطبخوا شو عم نستخدم أنا من الميلة عم بضرب حالي لأنه أنا بشتغل مع المعين اللي يعني بس ما بيأثر حلق في عمنا الكريم شانطية مصحة المجهد إنه جيد شخص شو عمنا بعد بالكريمز الكريم شانطية اللي هي بكل بساطة ويبينج كريم بس نخلها فانيل يعني منكها خصوصة للسويتس اللي هي كتير طيبة مازبوط مع الفراز بلاشنا نستحلي أسبوع الماضي جبت جبنة هلأ بس اليوم احترط شو بدي يجيب كريم ماشي بدي يجيب كريم بدي أسألك المعكة عدورنا في سؤال عن الجبن بحب أسألك مظبوط أنه جبنة الدبل كرام هي أقل دسم بين كل الأجبان لا مش مظبوط أنا كنت أعرف هيك بس ريسنتلي دايتشن كان عم يحكي بهذا الموضوع قال أنه هي أخفة دسم بين الحلوم والأشعوين اللي هي الصفرة هلأ أكيد بالأسبوع الماضي حكينا أنه الجبن البيضاء أجمالا أخفة دسم من الصفرة بالمطلع نظريا لأنه بكل بساطة فيها ماء أكتر الجبن البيضاء بتبقى فيها ماء أكتر فإذا الفات نوعا ما ديليه بقلبها المخفضين بقلبها إذا ما نأخذ دوبلي كرام هي أكيد فيها دهن أقل بس مش من أقل أنواع الجبنة شو هو الأقل للناس اللي بتهتم بصحة إذا بدأت تأكل نوع شبنة في عنا لأسبوع الماضي إلا للمشاهدين أنه ما يخافوا منهم لأنه متل ما كنا هلأ عم نحكي قبل شوي إنه إذا نحنا أشطنا هالدهن عن وجه الحليب بيبقى سكيمد ملك فإذا سكيمد ملك هو حليب خالي أو قليل من الدسم فينا نحاوله للبنة وللبن ولجبنة بلا ولا أي مشكل الفرق إنه الكمية بتطلع لنا قليلة بس مش دخلوا سكر لسكيمد بقولوا أنه لا يصحبوا الدسم مفروض يحطوا مادة بديلة لأ دخله يعني السينة عين ممكن يعملوا يدخله لتحل محل الدسم حتى لا تساعد على سحبة لكتوز فري هو في سكر لأ بس منحس في سكر لأنه منكسر لكتوز لكتوز لما نكسره بيتحول لجلوكوز نحنا البنية قدمين منحس بالجلوكوز أكتر بكتير من لكتوز من هيك منحسه منحسه بيصير سويت أكتر لكتوز فري نرجع الكريم وصلنا للكرام فريش والساور كريم اللي هنه إجمالا نهوض النوعين نستعملهم بالأكل مش بالحلويات لأنه بكل بساطة اسمهم ساور كريم مخمري وفيهمهم حمودة معينة هالحمودة حرام تروح بالحلويات ما بتلبقل عنه سويت فأزم منروح سوفوا بالأكل وبكل بساطة تحضيرهم كمان هين هالأشطة اللي عم نحكي عنا منزد لها راوبة زخطورة هالراوبة فترة 8 إلى 12 ساعة بتخمر وهالكريم بتصير عنا ساور كريم نحن فينا نحضر ساور كريم كمان ببيتنا بشكل كتير سهل كيف منحضر الساور كريم؟ لأن هلأ لصرنا نشوف إنه عم نشوف برودكتس بالبنان ساور كريم بس لما ندوقة مش متل اللي ندوقة بالمطعم يعني منها نرجع عنا عددلة نزد لها شوية ملح وحامود كيف نعملها؟ إجمالا بالسوق ما في إلا مصنع واحد بيعمل بيعمل ساور كريم عن تفجأت مع أنه الطلب عليها عم بيزيد بشكل ملخوض ولبناني بس طعمتها بدأ أنا عزوء زرح بدأ شوية تعديل أنا كمان حسيت أنه بعد بدأ شوية شوية تتش ساور بكل بساطة فينا نجيب إذا بدنا نبلش بالطريقة الهينة فينا نجيب كرام فريش أو لابنة ويبين كريم ويبين كريم لأنه هي ساور كريم فإزا الكريم بس الويبين ما في سكار؟ الويبين ما في سكار؟ عليل كثير حليل كثير لأنه هي الأشضاء الالكونسنتري أو الحليب المكسف فيه سكار فإزا منجيب وبين كريم ومنحط لها روب صغيرة أو منحط لها خل العنب ومنتركها من 8 إلى 12 ساعة حتى تخمير رح تأسها ورح تصير ريحتها ساور قد ما بنطول فيها قد ما بتأسها وبتصير ريحتها ساور أكثر بكل بساطة طيب إذا بدنا شعة سريع ما في طريقة منهم بقولوا باللبنة منهم بقولوا كريم مع لبنة ما هي بتخلطيها باللبنة حتى لدي تحطيها حموضة وحطيها حسطيها منتج مكسف بالدهون دكتور مارك بتحب تضيف شي سريعا قبل ما نخطم بعد كنت محدد لكم بس إذا ما في وقت من أجرنا للمرة الجاي مش مشكلة أكيد ليس لا تانكيو سو مارك لألك دايما أنا موضيعك بتكون كتير مميزة وإنما بكون عنا أسئلة بركة هيكة بدهمنا الوقت بمسرك لك هنا الأسبوع المقبل ومنكمل عن المنتجين اللي كنت تحكي عنهم